تقارن القط مع الفار منذ أن كانوا وهم خصوم منذ أن كانوا وهم خصوم اسميته العدل والتنمية تتهم العدل الإحسان بكونهم درويش صوفية وكذا إلى خريه العدل الإحسان يتهمون الآخر بأنهم باعوا الماتش ومشاوا مع السلطة ومشاوا مع كذا إلى خريه فكان دائما بينهم نوع من الحرب الباردة بنتهم حرب فكرية ولكن باردة إنما مر الوقت كانت ساخنة في ما أذكر فيه العدل الإحسان منهج واضح منهج سلمي أولا نبغي أن نعترف منهج سلمي منهج وطني منهج مع الوحدة الوطنية لكن عنده غبش في تصوره للملكية في تصوره للمؤسسة الملكية وإمارات المؤمنين ما نفتحش هذا المجال هذا باش ناخده في إرادة هذا ليس هذا هو المجال العدل والتنمية العكس من ذلك فما عندهم مش العدل والتنمية ما عندهم شيء اسمها القومة وشيء اسمه الشيخ اللي قالها هي اللي كيناه وعنده عندي القدسة والرؤى والمنامات وهذا هما ما عندهم مش هاتش لكن الآن العدل والتنمية خاضوا معركة سياسية وصلوا وصلوا للحكومة حكموا وعمرهم محكموا والسنين هما في اللاسميتو فما عرفتش باش غادي نقول واش نقيم على أنهم ما داروا والو نكون ظالم تأكونوا ظالما داروا حويش داروا نقول داروا دكش اللي بغوا المغربة اللي صوتوا عليهم لا غادي نظر مع العدل والتنمية نقولوا معلش ما درتوش دكش اللي صوتوا عليكم المغربة اللي كنتوا غاد ديروه كل ما اللي أولا يقول لك عنها إكرهات ما قدرناش ما قدرناش ما قدرتي يستير في حالك ما قدرتيش اللي هنك لا يكلف الله إنسان إلا وسعاه يكتقول ما قدرناش عندي إكرهات حط صورتات الله يعاون خلي المغربة يحبوك ويحترموك كما كانوك يحبوك ويحترموك قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلعشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة